نوهت الحملة التوعوية بشأن اشتراطات التعمير التي دشنتها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات نوهت لجميع المستفيدين من الوحدات الإسكانية أن وزارة الإسكان حرصت عند أعدادها للمخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكانية أن تتضمن المقاومات اللازمة لكافة المنشآت الرامية إلى تحقيق جودة السكن للمواطنين وما يتوافق مع ذلك من أمكانيات التوسع في الوحدات دون الأخلال بسلامة الوحدة أو الأضرار بالمنظر العام للمشاريع هذا وكانت وزارة الإسكان وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أجرت العديد من التعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية والتي تمثلت بإلغاء البند المتعلق بحضر البناء خلال السنة الأولى من السلام الوحدات الإسكانية بأدف منح المواطنين المرونة في التوسع بالوحدات وفق احتياجاتهم مع ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بالاشتراطات التعميرية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمحافظة على الواجهات المعمارية والالتزام بالارتدادات اللازمة وتحديد الارتفاعات ومساحات البناء المسموح بها مبينة الوزارة في الوقت ذاته على أنها رصدت مجموعة من الممارسات الهندسية الخاطئة من قبل بعض المنتفعين أدت إلى حدوث تصدعات في جدران وحداتهم السكنية وأنزلت أضرارا كبيرة في بنيتها التحتية